اشتركوا في القناة وواصل مع النساء البرلمانيات العرب والمسلمات المؤثرين في الدول غير العربية وغير الإسلامية جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع رئيسة مجلس الشيوخ في أسباكستان في العاصمة الأذربيجانية باكو وذلك على هامش حضورهم المؤتمر الأول لشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز والذي دشن افتتاحه رئيس الدولة وخلال اللقاء أكد العسومي حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات البرلمانية مع جمهورية أسباكستان على المستوى البرلماني ومع العالم الإسلامي بشكل عام بما يخدم القضايا العربية والإسلامية في المحافلة الإقليمية والدولية المختلفة وفي هذا السياق اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم مشترك خلال الفترة القادمة على نحو يساهم في مأسسة العلاقات بين الجانبين وينظم مجالات التعاون والتنسيق بينهما تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك من جانبها أكدت معالي رئيسة مجلس الشيوخ في أوزباكستان حرصها الشديد على تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي والتنسيق المشترك بين الجانبين تجاه قضايا ومجالات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر